لقد جاءكم أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من البشر مثل ومثلكم تميز عنا بأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام وفي قراءة من أنفسكم يعني من أشرفكم وأفضلكم عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم أي على هدايتكم ومن رحمة الله بنا وهذا من فضل الإسلام أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الخلق العظيم باذي الغاية جهدي في جلب المحبوب المستفاد من قولي حريص عليكم وباذي الغاية جهدي في دفع المكروه المستفاد من قولي عزيز عليه ما عنيته حريص عليكم بالمؤمنين تقديم من حق التأخير يدل على الحصر بالمؤمنين رؤوف الرحيم ثم قال فإن توليتم لا الآية كل خطأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا ما قال توليتم لماذا؟ لأن المؤمن والمسلم لا يمكن يوصف بهذا وفيه يقول بعض العلماء أنه فيه تغيير الضمائر لإيش؟ تنبيه تنبع قال يا معاذ هو بجانبي كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ يعني إيش؟ انتبه في أمر هام سأقوله لك فأنت عندما تقرأ القرآن تتغير الضمائر إيش؟ تنتبه هيا